موضوع الخيانة الزوجية فعايزينك بقى تتكلمي عن خبرتك في الحياة في الموضوع ده اللي هي لفظ الخيانة الزوجية لفظ ثقيل لفظ تقيل جدا أنا شايفة أنه هو أصلا المصطلح الخيانة دي مثلا خيانة دي رجع لخيانة أمانة خيانة سر لكن أنا شايفة بصراحة أن الشخص الخيان هو شخص مزنب في الأول وفي الآخر شخص مزنب دجاه نفسه ودجاه ربنا سبحانه وتعالى لو حز أنه هو بحدة الزنب مش هيعمل كده تاني خلي بالك كونك اللي أنت يتعاملي الشخص كأنه مزنب أفضل بكتير من أنه بتعامليه كأنه خياني إيه الفرق لما أنا أعامل الشخص اللي أنه مزنب هو كده أنا اللي في مصدر القوة أنا اللي ببصله بنصر الشفقة أنه أنا بحاول أو جده رحمة من الرحمات أنه هو يعني يطلع من حدة الزنب بتاعته لكن كونه اللي هو خاين ده بتكسر حتة فيك أنت يعني بتكسر حتة أنه أنت ما عنتكيش حتة الثقة في نفسك آه ده راح خني فالفرق كبير فعشان كده إحنا عايدين نعامل الخاين بأنه مزنب بش كأنه خاين الزنب هو دايما بيبتح إحساس بأنك لعله يرجع تاني من الخطأ اللي هو فيه بالزبط بالزبط لأن كونك أنك تعمليه في حتة أنه هو أذنب ده بيخليك أنت في مركز قوة لكن كونك أنت تعمليه ككونه خاين فده بيخليك أنت في مركز القصر أنك قصرت من جواك وخانك بالزبط كويس فلو حضينا مفهوم لما مفهوم الزنب أو الخيانة الزوجية يكون مجبيرة أيوة كسر الوعد لكل ما هو مخلص يعني الوعد اللي بين الزوك والزوكة ده ميثاق غليز يعني الزواج ده عقد وميثاق غليز كونك أن حد يخون الميثاق ده أحد الطرفين ده كسر الوعد وغير كده وكده أستاذة وهده يعني كونك يبقى ليك ميول غير الميول الأساسية اللي هي للربط أو العقد الزواج ده بنسميه تحت كل ده خيانة زوجية ميول آخر يعني ليك يميل لشخص أو لأي فرد بخلاف الزوج أو الزوجة كويس؟ ده بنسميه إيه؟ بنسميه الحيانة ده بنسميه الحيانة ده بنسميه الحيانة